أهلا بكم الدولار يقارب الـ 75 ألفا والبلد من دون رئيس ومن دون حكومة مكتملة ومجلس نواب يفتش عن تشريع تحت مسمى الضرورة وبعض أهل البيت يفتشون عن طريقة لامتلاك مفاتيح الدولة والمنطقة بكل صراحة قالها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مستندا لقول أحد قادة الحزب الشيخ راغب حرب وفيه أن البيت الذي لا نملك مفاتيحه لا يعني لنا شيئا ليستطرد رعد قائلا المنطقة التي لا نملك سيادتها يجب أن نقاوم ونجاهد حتى نحقق هذه السيادة في كل منطقتنا وكل بلداننا نحن ماضون في هذا الخط قد يتعب البعض لكن تعبهم ليؤثر في عزيمتنا وفي سيرنا نحن قوم عزمنا على أن نصل إلى أهدافنا ورفض رعد أي تدخل أجنبي في الاستحقاقات الدستورية مشيرا إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية هو انتخاب وطني دستوري على اللبنانيين أن يتصدوا لهذا الاستحقاق لا أن تفرض عليهم أسماء كما رفض أي رئيس يعير آذانه لهذه التعليمة أو لهذه التوصية من هذا الأجنبي أو ذاك على حد قوله